عشر محاولات تعرض فيها أمن الألعاب الرياضية للخرق من قبل الجماهير الرياضة تعتبر من أفضل الأشياء على الإطلاق في عالمنا كما أن ممارستها تعود على صحتنا بالنفع الكثير نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سنعرض عليكم بعضا من الأشخاص المشاهدين للمباراة والذين قاموا بخرق قوانين الأمن ونزلوا للملاعب من أجل إحداث الفوضى وها نحن سنتعرف على تصرف رجال الأمن في تلك الحالات هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ هي مباراة بين قسم AFC وقسم NFC الذين يشكلان دور كرة القدم الأمريكية حيث يلعب كل فريق أحسن اللاعبين والنجوم الذين يتم اختيارهم من قبل الجماهير والمشجعين بالتصويت عبر الإنترنت تعتبر هذه المسابقة ليست من المسابقة الهمة لللاعبين حيث أنهم لا يبذلون قصار جهدهم في هذه الرياضة فهي بمثابة لعبة لمس الكرة كما نظن كلنا ولكن في هذا الحدث قام إحدى المشجعين بالنزول لأرض الملعب وركض بين اللاعبين حيث أنهم ركضون سترة مما جعل الجميع يصب بالدهشة واشتعلت المدرجات حينها بالتيمور أورليز ضد ميني سوتا توينز بالتيمور أورليز هو فريق كرة قاعدة أمريكي السسة عام 1894 يلعب الفريق في الدور الأمريكي ميني سوتا توينز هو نادي كرة قاعدة أمريكي تأسس في عام 1894 ويلعب في دور كرة القاعدة الرئيسي والدور الأمريكي في إحدى المباريات بينهما كانت النتيجة 66 مقابل 96 مما جعل فريق أورليز بحاجة لأي فرصة للفوز لهذا قام هذا الشاب بالركض في الملعب من أجل أن يحدث بعض أعمال الشغب في المباراة حتى يساعد فريقه على الفوز من المفترض أن يهاجمه رجال الأمن لكنهم في هذه المرة لم يعترضوا طريقه بالمرة لما جعله يركض لفترة طويلة في أماكن مختلفة ومن ثم استقر وتوقف عن الركض ومن ثم عاد مرة أخرى للخروج من داخل الملعب وتركه للفريقين لكي يكملوا مباراتهما من الأفضل لك أن تشاهد الكثير من المباريات ليس لكي تشجع فريق وتنحازن مكسبه ضد الآخر لكن لأنه أحيانا تجد الكثير من الأحداث الغريبة تحدث في تلك المباريات في هذه المباراة نزل هذا الشاب إلى الملعب وظل يركض بين اللاعبين ويحيي الجماهير ويحمل معه عالم المكسيك لكن فجأة انقض عليه هذا الرجل من أفراد الأمن لكي يوقفه حتى أنه كان يحيي اللاعبين وكان يمسكونه وهو يهرب منهم حتى طرد خارج الملعب دورة فرنسا المفتوحة 2009 هل تظن أنك لو ذهبت لمشاهدة مباراة التنس لن تتمكن من رؤية البعض من مثيري الشغب في الملاعب من المعروف أن رياضة التنس من الرياضات المفضلة لدى العديد من الناس الذين يسعون للحصول على إعجاب وشهر لا مثيل لها حيث أنه من المعروف عن الكثير من المشاهدين لهذه المباريات أنهم يقومون بعمل الشغب وإحداث الفوضى بطريقة كبيرة الدليل على ذلك ما حدث عام 2009 بين روجر فيدرير وروبين سودرلينغ نرى هنا كيف تمكن هذا المعجب من النزول بعالم برشلونا لهذا اللاعب وأخذ منه القبعة ومن ثم ركض من الأمن وقفز من فوق الشبكة حتى انقضوا عليه وأمسكوه جامعة ولاية كاليفورنيا فريسنو ضد نيفادا في هذه المباراة قام هذا الشاب بالركض وهو يرتدي شورت فقط في الملعب ومن ثم ظل يرقص كثيرا في الملعب ويحدث الفوضى بالفعل ازداد غضب أفراد الأمن مما جعلهم يركضون خلفه وأمسكوه وانقضوا عليه جميعا حيث أنه حينما كان يحاول الهرب انقضوا عليه وأحاطوه مما جعله غير قادرا على الهرب من ثم سقط على الأرض وهذا ما جعل الكثير من المشجعين ينحازون لهذا الشاب الشجاع بالرغم من التصدي له كان هدف هذا المشجع هو الركض في الملعب لكي يتمكن من الحصول على بعض من الشهرة لكن الغريب في الأمر إنه حينما تمكن من النزول والركض في الملعب جعله هذا ينال شهرة واسعة لكن ما تسبب في شهرته هو كيف انقض عليه رجال الأمن حيث أنهم ركضوا تجاهه ثم جاء هذا الرجل الذي يرتديه في ملابس كايسي وولف وانقض عليه بقوة كما ينقض الدب على الفريسة مما أدى لشهرة رجال الأمن أكثر من شهرة هذا المعجب العشوائي الأرجنتين ضد السويد حينما يجتمع الناس على حب شخص ما تجدهم يجتمعون على العديد من صوره لديهم وأحيانا يدقون الوشم على أجسادهم عن هذا الشخص المشهور لكن هذا الشاب تمكن من عمل شيء آخر ومختلف للغاية حيث أنه ركض بسرعتين في الملعب حتى تمكن من وصول اللاعب الشهير ليونيال ميسي ومن ثم قام باحتضانه وتقبيله في رأسه ومن ثم مرر يديه على شعره وبعدها جاء رجال الأمن وأخرجوه من الملعب وبعدها رأينا ميسي وهو يمسح رأسه بملابسه من القبلة التي أعطاها له هذا المعجب ذات مرة قرر هذا الشاب أن يهبط إلى أرض ملعب البيسبول ومن ثم حينما تمكن من الوصول لها قام بنزع التيشرت الخاص به والشورت أيضا وهذا ما جعل الكثير من الناس ينظرون له نظرة غريبة ثم بعد ذلك ركض من الحرس والأمن حتى لا يتمكنوا من اللحاق به ثم بعد ذلك نجح في النهاية من أن يقترب من اللاعبين ومن ثم أحاطه الأمن وانقضوا عليه وهو في ظل محاولة الهروب وركض كثيرا من أجل أن يحقق العنف والشغب في المباراة في عام 2005 كان هناك بطولة في الدور الإنجليزي بين إي سي ميلا وإنتر ميلا في الدقيقة السبعين تمكن أحدهم من إحراز هدف وهذا الهدف كان سيعتبر بمثابة هدف الفوز لكن في الحقيقة قام الحكم بالإعلان بإلغاء الهدف ولم يحسبه بلا سبب واضح هذا أدى لجعل الكثير من الناس ومن المشاهدين يعبرون عن اعتراضهم عن هذا القرار الخاطئ الذي أصدره الحكم ومن ثم أشعلوا الشمريخ وألقوها في الملعب الكثير منها مما جعله يشتعل بالحرائق من ثم تمكن أحدهم من إلقاء واحدة على الحارس مما جعله يتعارض للأذى حيث تعارض لحرق من الدرجة الأولى حتى أن الكثير من الناس ألقوا الحرائق والكثير من رجال الإطفاء كانوا يعملون على إخماد هذه النيران حتى يتمكنوا من استكمال المباراة هل تمنيت ذات يوما تمسك كأس العالم بين إيديك؟ بالفعل جميعنا نتمنى هذا الأمر هناك عدة طرق إما أن تلعب كرة القدم وتضغط على نفسك كثيرا حتى تتمكن من الوصول للبطولة وتحقق الفوز وتمسكه بيديك أو أن تشجع فرق بلدك بقوة حتى يتمكن من الفوز بالمسابقة ومن ثم تخبرهم أنك ترغب في هذا الشيء أو أن تفعل مثل هذا الشاب حيث أنه في المباراة النهائية تمكن من الركض نحو هذا الكأس ولمسه بيديه قبل أن ينقض عليه رجال الأمن في الملعب وتمكن من منعه من أعمال الشغب التي كان سيقوم فيها هذا ما مكنه من تحقيق حلمه لكن بمعاناة وطرق غير مقبولة بالمرة لذا تمكن من نيل شهرة على أنه الشاب الوحيد الذي لا ينتمي للكرة والذي تمكن من لمس كأس العالم في الاستاد في المباراة النهائية ما هو أكثر موقفاً لدهشتك في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة